راني تذهب للمدرسة إنه اليوم الأول في المدرسة ماما تمسك بيدي وتسير إلى جانبي أقول لأمي أنا كبيرت الآن دعيني أذهب دعيني أذهب لكن ماما تمسك بيدي بقوة هناك العديد من الأطفال بالقرب من المدرسة بعضهم يأتون بالحافلات وآخرون يأتون بالسيارة يأتون في العربات أو يركبون الدراجات وآخرون يمشون على أقدامهم مثلي وصلنا إلى البوابة فتركت ماما يدي بقيت عند البوابة يجب أن أذهب إلى الداخل بمفردي هناك العديد من الوجوه الجديدة في كل مكان حولي مشيت خطوة واحدة ثم مشيت خطوة أخرى ونظرت إلى الوراء أصبحت ماما أصغر كلما ابتعد سوف تختفي ركبت نحو ماما لا أشعر أنني كبيرة أمسكت يدها قلت لها لا تذهبي بعيداً الجميع دخل عبر البوابة الآن أنا الوحيدة في الخارج خرجت المعلمة وابتسمت لي فابتسمت لها قالت ماما راني سأكون هنا عندما تخرجين تركت يدها ولوحت لي ركبت إلى الداخل سوف تكون ماما هناك بعد المدرسة النهاية للمزيد من القصص اضغطوا الرابط في صندوق الوصف أحب مدرستي انتهت العطلة الصيفية فهدت إلى مدرستي وقد اشتد شوقي إليها اشتقت إلى زملائي وإلى حوض الصباحة أيضاً أحب المكتبة والكتب الرائعة فيها وغالباً ما أقصدها للمطالعة وعندما يحين وقت الغداء أسارع إلى المطعم لأتناول طعامي بشاهية عالية ما أتعدني في الحديقة حيث أتأرجح بالأرجوحة وأتسلق السلالم وأتعلق بالقطبان كالبهلوان أحب مزرح مدرستنا فعلى خشبتي تظهر مواهبنا الفنية وأنتظر بشوق حصة الرسم لأنها الأمتع بالنسبة إلي وأحب معلمتي فهي تطفي على الدرس المتعة والمرح كما أحب غرفة الموسيقى وأتردد إليها لأعرف على مختلف الآلات فيها أحب الدروس كافة وخصوصا درس القراءة ودرس الأعداد فأتعلمها بواسطة المكعبات أحب زملاء جميعهم خاصة خالدا وماجدا وفادي فهم أوفياء ومهذبون أحبك مدرستي كثيرا وأفتخر بك دائما في الصف قالت لنا المعلمة سأمنحكم اليوم حصة للألعاب الحرة فهي بنا فما كان منا إلا أن رفعنا أصواتنا ابتهاجا جاء سالم بكرات زجاجية ملونة داز بعضا منها فزلت قدمه سقط على الأرض وتألم أحضر ماجد تاجا ذهبيا مرصعا وضعه على رأسه وقال أنا ملك الصف وجلب الديمع مجسما كبيرا للكرة الأرضية وبينما راحت تدوره بقوة سقط منها وتدحرج على الدرج وأما نور فأخرجت من علبة صغيرة جورب أخيها المتسخ فملأت المكان رائحة كريهة وكادت سارة أن تفقد وعيها من شدتها وأحضر رابي كيسا مخصصا للنوم في المخيم وسرعان ما دخل فيه ونام وأما أنا فلدي ضفضع أخضر لون أليف ما أن ظهر حتى ارتفع الصراغ في كل ناحية صاد بعض زملاء على الكراسي واختبأ آخرون وانتهت حصة الألعاب الحرة هذه القصص من منشورة دار ربيع إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الأعجاب والاشتراك بالقناة مع السلامة